سورة الكهف لنعلم أي حسبين أحصى لما لبتوا أمدا نحن نقص عليك نباءهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وتحسبهم أيقادا وهم مرقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصد درعه بالوسيد وكذلك بعثناهم يتساءل بينهم قال قائل منهم كم لبتهم قالوا لبتنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلموا بما لبتهم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتيكم برزق منه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين سنين وازدادوا تسعة هذه آيات تسعود حتى الخمسة وعشرين شرح المفسرون هذه قصة شرحا مطولا ولخصوا أن أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطايا وطغت الملوك حتى عبدوا الأصنام وفيهم بقايا على دين المسيح وكان ممن فعل ذلك من ملوكهم دقيانس ملك الروم عبد الأصنام وقتل كل من رفض عبادتها فلما نزل مدينة أصحاب الكاف واسمها إفيسوس اضطهد المسيحيين وقطعهم إربا إربا فلما عظمت الفتنة ورأى الفتية ذلك حزنوا وصلوا وصاموا فلما طلب منهم الملك أن يعبدوا آلهته قال أكبرهم إن لنا إلها عظمته ملء السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها أبدا وأما الطواغت فلن نعبدها أبدا فنزع تيابهم وأعطاهم مهلة ثم صافر الدقيانس إلى مدينة أخرى فهرب الفتية إلى كهف قريب من المدينة وتبعهم كلب وقال ابن عباس هربوا من دقيانس وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم وتبعهم الكلب وكانوا يرسلون أحدهم إلى المدينة ليشتروا لهم طعاما ولما رجع دقيانس واستفهما عنهم أمر أن يسد الكهف عليهم ليموتوا جوعا وعطشا ويكون كهفهم قبرا لهم وقد توفى الله روحهم وفاة النوم وكلبهم باصد دراعيه بباب الكهف قد غشيهم ما غشيهم ووضع أحد الناس كم الرصاص على كهفهم يشرح قصتهم وناموا ثلاثمائة سنة وتسعة كما قال القرآن فمات دقيانس وتولى ملك بعد آخر وكان من الملوك الصالحين بيدروس فجعل يدعو الناس إلى الحق فانقسموا إلى قسمين أهل الباطل وأهل الحق فكترى أصحاب الباطل فأراد الله أن يظهر على الفتية أصحاب الكهف آية فاتفق أن راعيا فتح باب الكهف فأيقظ الله الفتية فخرج أحدهم يشتري لهم طعاما بالنقود التي كانت عندهم فلما برز النقود استغربها الناس وظنوا أنه وجد كنزا فأمسكوه ثم اطلعوا على حقيقة الأمن وأن الله جعلهم آية لتأييد أنصار الحق ولخدلان أنصار الباطل قال ابن عباس اسم كلبهم قتمير وليس في جنة دواب سوى كلب أصحاب الكهف وحمار بلعم حقيقة هذه الحادثة أنه لما تولى دقليديانوس حكم روما اضطهد المسيحيين وأذاقهم العذاب ولا سيما الذين كانوا في الإسكندرية فارتد كثير منهم غير أن الأمناء احتملوا النار والعار وهرب كثير إلى الجبال والكهوف وماتوا جوعا ومن الذين التجأوا إلى الكهوف الشاب اسمه أنبا بولا أول عابد متوحد فعاش في كهف تسعين سنة وكان النخل يضلل مغارته وكان يشرب من ينبوع الماء قريب منها هناك قصة تشبه قصة قرآن وردت في كتاب بعنوان قصة سبعة نيام وهي من خرافة اليونان قديمة واضح من هذا القرآن يتبع مشهور من الروايات ومن العرض السابق لقصة أصحاب الكهف كما وردت في القرآن ندرك أنه لا يسجل الحقيقة التاريخية بل يتبع في روايته مشهور في بيئته فلم يقطع القرآن بعدد فتية الذين لبتوا في الكهف ولا فترة الزمانية التي مكتوها فيه لا لشيء إلا لأن ذلك لم يكن مقطوعا به في البيئة العربية حين ذاك بل كانت الروايات مختلفة متضاربة غير جازمة قال الإمام النيسافوري في سبب نزول هذه الآية إن قريشا أرسلت من يأتيهم بخبر محمد من أهل الكتاب في المدينة هل محمد نبي أم مدعي النبوة فلما أتى منذوب القريش في المدينة وقابل يهودها قالوا سألوه عن ثلاثة عن فتس يتذهب في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإن حديثهم عجب وسألوه عن رجل الطواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان خبرهم وسألوه عن الروح ما هو فإن أخبركم فهو نبي وإلا فهو متقول وعندما سئل محمد هذه الأسئلة رد بما كان معلوما عنده من إجابات غير مقطوعة ولا جازمة فلم يكن متوقعا من محمد أن يفوق علمه وعلم أساتدته ولذلك وقفت إجابة القرآن عند حد قالوا ربكم أعلموا بما لبدتم قل ربي أعلموا بعدته عندما انقطع الوحي عن محمد قال له جبريل إنه لا يدخل بيتا فيه كلب فإن صدق هذا فكيف تم تقليب أهل الكهف وكلبهم بسط ضراعه بالوسيل وما منع الناس أن يؤمنوا إجاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبل آية 55 تحصل هذه الآية المانع من الإيمان في أحد هذين السببين مع أنه قال وما منع الناس أن يؤمنوا إجاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعت الله بشرا رسولا وهذا سبب ثالث وأجاب مفسرون أن الحصر الأول هو حقيقي لأن الله هو المانع في الحقيقة ومعنى الآية الثانية هو استغراب بعته بشرا فهو مانع عادي غير حقيقي وإذ قال موسى لفتاء لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقها فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر صرفا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقين من صفرنا هذا نصبا قال رأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر عني واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبه فارتد على آتارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما قال له موسى موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعت لي فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيا بغيري نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني لقد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقد فأقامه قال لو شئت لأتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقاهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما حيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا هذا يعني أن الخضر خرق السفينة حتى لا يأخذها للملك نهبا وإنه رأى غلاما فاضجعه ثم دبحه بالسكين لألا يضل وليده وكان جدار لرجل صالح له ولدان وكان تحت جدار كنز فأخفاه إلى أن يبلغ هادان الولدان فإن الله يحفظ أبناء العبد الصالح ورد في الحديث أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي ناس أعلم فقال أنا فاعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع بحرين هو أعلم منك قال موسى يا رب فكيف لي به قال فخذ معك حوتا فاجعله في مكتل فحيث فقدت الحوت فهو هناك وقيل إن موسى خطب في الناس بعد هلاك القبط ودخولهم مصر خطبة بريغة فأعجب منها فقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك قال لا فأوحى الله إليه بل أعلم منك عبدنا خضر أو خضر وهو بمجمع بحرين وكان الخضر في أيام أفريدون وكان على مقدمة دلقرنين الأكبر وبقي إلى أيام موسى دفت تفسير الكشاف ولا نعرف أساسا لهذه القصة خرافية فإن موسى لم يدعي أنه أعلم أهل عصره نعم أنه كان علاما إلا أنه كان حليما متواضعا كما تشهد التورة الخضر اسم أو لقب عربي وموسى كان إسرائيليا ولا مناسبة بينهما وكذلك قولهم إن دلقرنين كان معاصرا لموسى مع أن بينهما مئات السنين ومن الغرائب تفضيلهم الخضر على موسى ويسألونك عند دلقرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتباع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا ياد القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنى آيات 83-86 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونه مع قوما لا يكادون يثقهون قولا قالوا ياد القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض هذه آيات 93-94 أولا ورد في الحديث عن ابن عباس قال إن الشمس تغرب في عين حمئة وأنه سأل كعبا فقال لو إنها تغرب في طينة سوداء لفتفسر طباري ثانيا جعل محمد الإسكندر الأكبر نبيا لأن الله لا يخاطب إلا نبيا كما يقولون والحقيقة هي أنه كان ملكا فاتحا للبلاد سافكا للدماء عابدا للوتن هذا الإسكندر الأكبر المقدوني ثالثا قال إن أمة صالحة أخبرت ذا القرنين أن بين هذين جبلين خلقا أشباه البهائن يفترسون الدواب والفوحوش والسباع ويأكلون الحيات والعقارب وطلبت منه أن يجعل بينها وبينهم سدة فطلب منهم أن يأتوه بزبر حديد يسيل مكان حتى لزم الحديد النحاس وكان عرضه خمسين دراعا وارتفاعه مئة دراع وطوله فرسخا قال هذا السد رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا